اشتركوا في القناة ادارة البيروقراطية حجبت ببشعتها روائح النفايات المكومة ووراء كل فاسد صغير سياسة اكبر الفساد السياسة تفشى بكل مفاصل الدولة واذا كانت طبخة البحث الرئاسية ما نطجت والانظار كما الامال انتقلت للجلسة ال37 وبالوقت الضايع البلد ما عاد يحمل فالأرض والبحر امتلقوا بأكوام لسبالة والجو عبق بالغاز السام والروائح الكريهة ومع انعدام الحلول بالأفق بعض البلديات لجأت الى التخلص من نفاياتها اما بحرقة او برمية بالأحراج او حتى بمجرى الأنهر تقريرنا اليوم من اعالي كسروان وبعد ورود شكاوى عديدة من الاهالي بتفيد ان النفايات عم ترمى بالنهر دون رقيب او حسيب كاميرا اخبار الصباح توجهت الى المنطقة وعادت بها التقرير للزميلة رولا امين الدين احنا المنطقة عنا هون كل يوم فيه كل جمعة فيه اثنين ثلاثة عم بموتوا كونسير بالنهر اي متل ايامي بالمحفير اي متل ايامي واما نحطون شو الحل انا بدي اسألك انتي شو الحل الماء ملوسي الاكل ملوس كل شي ملوس كل الامراض عم تجينا من الزبالي قبل الزبالي شوفوا النهر المجرير الي فعلت فيه شو عملت الدولة شفتي صورت النهر زلوا صور وبناء على الشكوى لبينا الطلب واتجهنا الى نبع اللبن بكفر دبيان نبع بيمرق بمنطقتين ميروبة وحراجل بغذل عديد من المناطق ومن ضمنه سات شبروح وقبل وصولنا الى المكان وصلتنا الريحة نفايات عائمة على وج المياه ومياه غزيرة لو نكفي لي خبرك مدى نسبة تلوثة بيجو من بره كاميونات حتى ما بعرف من المياه بيجو بيزدوز بالتون وبيفلو الماء مش عم نشرب من هايلي بعد مش عم نشرب من هايلي بس اللي فيه جنيين تحت عم تضرر جايبين مجرير بالأساطر من عيون السمين من فوق من الجرير نيزدينها ونقطعينها نبع المغارة بحراجل ونقلتينها بالنار هاي المجرير ناشي بالنار تعرف كم من فيه نبع من هون التحت عم نسئ منا تفاح وزريعة ملفوف من جمال خضرة وعم تفوت بقلبها يعني هرموناتو هايلي يا محل الهرموناتو هايلي هلا صرنا نخاف نشرب ميت النبع يعني بختار عراس حدا انه ما يطلبع واحد يخاف منا هايلي حكومة اللي جيري المجرير بالنهر نيزد تقاضف المسئولية بين بلدتي حراجل وميروبة وتسكع الدولة عن ايجاد حل ازمة النفايات عم يزيد الامر تعقيدا وهالمياه الجاري في لاطنان النفايات واللي تحولت الى مياه مجرير عم توصل لمعدة المواطن عبر الفاكهة والخضار المروية بمياه نبع اللبن مية نبع اللبن ما بنستعملها لا لا الاكل ولا الشرب نحنا بنستعملها لا نقضي فيها بس نحنا منعب من العين لنشرب ونطبخ كنا نزل نشوف النهر نسقي ترشيطنا من مضي السيحتين تلاتي تنرجع ترشيطنا تنرجع بيوتنا هالقلين ما بتشرب بقى الماء دي والترش منه تفتح الباب لك تفوتي ريح ما بس تفتح بدك تشطفع أو تنم أي شي ريحها لحالة ما بقى في شي حلو ما بقى في شي انت طلع شوف المرامل فوق شو حلوين وقت اللي بتشوفي الدولي ما بتزبايقه لانه في يزبايقه اكتر من نهر الدولي للدولي ولا البلدية فين بيسمو اتنين سوا بيسمو والعاشق ماطر عبشان وماطر منتابع حلقتنا وبعيدا عن الأزمات السياسية والبيئية والاجتماعية ننتقل إلى وجه آخر من لبنان الوجه الحقيقي اللي بيعكس إرادة شعبه وتصميمه على الحياة محطة مع الفن تحديدا مع أمسي كلاسيكي للأوركسترة الفلارمونية اللبنانية وهالمرة بقيادة المايسترو المصري والعالمي أحمد الصعيدي بنشاط بيأكد مكانة لبنان على الخريطة الثقافية العربية والعالمية من داخل كنيسة القديس يوسف للأباء اليسوعيين تم إطلاق أمسي كلاسيكي مميزي وصل صداها إلى الروح والجسد والعائل هالأمسي الكلاسيكي كانت بقيادة المايسترو المصري والعالمي أحمد الصعيدي يلي عم يوضع بصمي فني لرابع مرة مع الأوركسترة الفلارمونية اللبنانية والحفل هو بداعا من السفارة المصرية بلبنان أكثر تفاعل ثقافي مشترك عربي بيني هو التفاعل المصري للبنان تفاعل تاريخي وليس أمرا غريبا يعني أمر نحن معتدين عليه وأنتم معتدين عليه بعده لبنان منارة للثقافي حب الناس للموسيقى الموسيقى بجد موسيقى إلى جزورة اللي بتعطيكي لغة بفهمة كل البشر بعده اللبناني متمسك فيها من نهار دي احنا عندنا برنامج نقدر نقول أنه هو ينتمي يعني برنامج كلاسيكي رومانتيكي في الجزء الأول منه فيه افتتحية ليونورا ثلاثة ودي احدى الافتتحات اللي كتبها بتوفن الأوبرا الشهيرة الوحيدة اللي ألفها المقطعات كلاسيكية بيتوفن أوفيرتور في عنا عصفة الفيولونسل كابرالوفا فيكتوريا يلي راح تلعب الكونشيرتو الفيولونسل أوركسر لهايدن وعنا الختام مع شومان والسينفونية الثانية انا كتير بحب أنه يجي كل أسبوع ومن كم أسبوع أنا كتعم بغني كمان هويكي بيجي كمان بشوف رفقاتي هني عم بيعزفوا وبلاحظت أنه من كل الأعمار صروا عم بيجوا يحضروا وهذا الشي كتير حلو بفرفحنا بأجواء موسيقية راقية عذف المايسترو مقطعات كلاسيكية عالمية جذبت إصغاء الحاضرين وفرضت جو من السكون والراحة النفسية الموسيقية حلوة واللي بيسمعها مهما كان ينتعني أعصاب وتعبيني بيروق بيروق تشيل الهم من القلب وبتعطي دفق معنوي بالحياة أنا بعرف شوي بالموسيقى وكل ما بحضر بشوف أني عم بغتني موسيقى كاسيكية جزء من حياتنا الله بيحبنا أنه كل نهار جمعة فيه موسيقى هون نجي منحضرها ومننبش عليها بنفتح الانترنت ونطلع شوي البروغرام حتى نجي هاي دي مسجلي عنا كل نهار جمعة اثنين ونص نحن هون بنجي لأنه منحس أنه نوتر اسبري نوتر عام نوتر كورس وديتان أنه بتهزي بالزهن الموسيقى هي مثل فرصة تواحد يغير جو ويستمتع بموسيقى يعني شي جديد نزج بين مصري ولبناني هل حفل المشترك بين لبنين ومصر بيأكد على الأواصر الثقافية بين البلدين أما استقطاب الأمسيات الكلاسيكية على الأجندة الثقافية اللبنانية أصبح عم يلفت انتباه لصغار قبل الكبر أحب الموسيقى كلاسيك لأنه أحب الفيونون لموسيقى حلوة أنا أسمالين دا وأنا أحب الموسيقى كلاسيك لأنه حلوة وفي بيتوفن بعمل بيانا بيتوفن وحلوة كتير منيحة بس بعد بدا ليقربوا الناس يحبوا بالناس أكتر بالموسيقى الكلاسيكية بعضها مش ببليك يعني معروفة إن شاء الله الكل يهتموا بهذا الطريق بيصير عندنا أقل حروب وأكتر انتماء لهيك أمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر